تلقى صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليول عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد وقد رفع سموه في البرقية أسماءات التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة مؤكدا بأن مملكة البحرين وصلت لمستويات متقدمة في مختلف الأصعدة لما رسخه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من ثوابت ومبادئ وطنية ارتكزت عليها مسيرة مملكة البحرين لبلوغ أهدافها المنشودة لافتا إلى ما تليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام لخدمة الوطن والمحافظة على أمانته والذود عن مصالحه وهو ما وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة على جميع الأصعدة والمستويات داعينا الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بعزم وثبات نحو كل ما فيه الخير للوطن والمواطنين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاها